اهلا بكم اكد الفريق اول رجل عبدالفتاح المرهى رئيس مجلس السيادة الانتقالية القائد العام للقوات المسلحة ان القوات المسلحة تظل تقوم بواجباتها تجاه الشعب السوداني مهم ما كلفها من الامر جاء ذلك لدى مخاطبته مساء امس بالمهندسين بام دربان احتفال المؤسسة التعاونية بافتتاح اسواق البيع المخفض لجمهور واكد التزام المؤسسة العسكرية بالخروج من العمل السياسي اذا تحقق التوافق الوطني بين مكونات البلاد انتهاءا بقيام الانتخابات وطبعا البرهان الشعب السوداني بقليل من الصبر سيتم انجاز شعارات الثورة حرية سلام وعدالة وحي شباب المخلصين الذين ضحوا بأرفزهم من اجل تغيير الواقع للذي كان غير مرضي لكل السودانين وجدد حرص القوات المسلحة والعمل بعال جميع للانتقال من هذه المرحلة الى مرحلة ترضي جميع اهل السودان واشار البرهان الى ضرورة المحافظة على قومية القوات المسلحة وحماية ممتلكاتها ومكتسباتها وجدد دعم الدولة للالية الثلاثية المشتركة مشيرا الى ان البلاد مقبلة على حوار جامع بين قواها السياسية وقدم البرهان الدعوة لكل القوى السياسية بالبلاد بالجلوس للحوار كونه فرصة يجب الاستفادة منها للخروج من البلاد من الازمة والوصول الى الهدف الكبير هو التوافق بين مكونات الشعب السوداني وفي الاثناء نظم شباب وقف احتجاجية مناهضة لقرارات الخامس والعشرين من اكتوبر في المنطقة الغريبة من موقع الاحتفال تعتزم الجفهة الثورية تقديم اقتراح الى مساعدة وزير الخارجي الامريكي لشؤون الافريقي موليفي بحل مؤسسات الحكومة الحالية وتكليف حكومة تصريف اعمال لتهيئة المناء قبل اجراء الحوار المباشر الذي سيبدأ اواخر هذا الاسبوع ووصلت موليفي الى الخرطم ليلة الاحد في زيارة تستمر حتى نهاية الاسبوع لدعم العملية السياسية التي تسيرها الالية الثلاثية وعقد المجلس الرئاسي بالجفهة الثورية الاثنين اجتماعا ناقش مقترحات ينتوي تقديمها الى المسؤولية الابريكية ورئيس بعثة الامم المتحدة في الخرطم فولكر بيرتز وقال عضو المجلس الرئاسي سيف عيسى ان المقترحات تشمل حل الحكومة وتشكيل حكومة تصريف اعمال وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية في عملية الحوار المباشر عدى المؤتمر الوطني المحلول واعلن اهتلاف الحرية وتغيير المبعد على الحكم الاثنين مقاطعة الحوار المباشر لعدم مخاطبة الازمة المتبثلة في قرارات الخمس والعشرين من اكتوبر وقال ان اي عملية سياسية يجب ان تنهي القرارات وتؤسس لإقامة السلطة المدرية وفي جانب المتصر رحب الامين العام للامم المتحدة ببداية العملية السياسية في السودان والتي تقودها الالية الثلاثية المشتركة يوني تامس والاتحاد الافريقي وإيقاد يوم غدنا الاربعة ورغم اعلان قحت مقاطعتها للمحادثات بين العسكريين والمدنين قال الامين العام للامم المتحدة انه يشجع اصحاب المصح السودانين للانخراط في المحادثات المباشرة وصلت المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي جراءات محكمة المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية علي محمد علي عبد الرحمن كوشيب القيادي البداني السابق وادل شهادات الاثبات الثاني عشر بشهادته بشأن الادارة الاهلية بمكجر وهجمات المتمردين على مكجر في العام 2003 وبدأت المحاكمة في قضية عبد الرحمن كوشيب في الخامس من ابريل 2022 أمام الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي وتفتهم المحكمة عدد من السودانين بتهم مختلفة وتطال بتسليمهم للعدالة وجه عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذ أبو القاسي محمد محمد أحمد بورتم بتسريع إجراءات تسجيل السمق العربي باعتباره مورداً اقتصادياً مهماً يمتلكه السودان وطلع سيادته خلال لقائه بمكتبه بالقصر للجمهوري دكتور مونة علي محمد أحمد الأمين العام للبجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية على الأداء للمجلس والتحديات التي تواجهها قالت الأمينة العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية في تصريح صحفين إن اللقاء تناول تسجيل الموارد الطبيعية التي يمتلكها السودان وعلى رأسها السمق العربي بجانب عدد من القضايا الهامة ذات الصلب البيئة وأوضح دكتور مونعلي محمد أحمد أن عوض مجلس السيادة وعدم العمل على تدليل كافة التحديات والمعوقات التي تواجه المجلس بما يمكنه من الاطلاع بدوره بالصورة المثلى بحسبانه المضلة أساسية لحماية البيئة والمعنى بتنفيذ السياسات البيئية والاتفاقيات العالمية في مجال البيئة وأشارت إلى أن تسجيل سمق العربي كمورد سودانين يتم عبر جمع البيانات عبر الخبراء ووضعها على شبكة بيانات عالمية بما يثبت حق السودان وامتلاكه للسمق العربي إلى الشأن الرياضي يواصل المنتخبين الوطني الأول لكرة القادم تدريباته استعدادا لمواجهة الكونغو الإفريقية حيث أجرأ فرانا على ملعب إستاذ الهلال بمدرمان الجوخر الزرقاء وكان المنتخب قد خسر في الجولة الأولى من تصفية أمم إفريقيا 2023 في موريتانيا ويعمل جهاز الفني بقيادة المدرب برهانتية على وضع الخطة المناسبة للتعويض في مواجهة الكونغو الإفريقية مساء الأربعة ضمن الجولة الثالثة من التصفية الإفريقية وسيؤدي المنتخب ميرانه الختامين مباراة الكونغو يوم الثلاثة السبع يونيو على ذات ملعب إستاذ الهلال قبل أن يخوض المباراة مساء الأربعة يخوضه منتخب الإمارات الأول لكرة القدم اليوم الثلاثة مواجهة حاسيمة أمام نظيره الأسترالي في مباراة الملحق الأسيوي المؤهلة للملحق العالمي المؤهل بدوره لنهائي كاس العالم 2022 وذلك في المباراة التي تجمع بينهما في التاسع مساء بتوقيت الإمارات ويستضيفه أستاذ أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة ويديرها طاقم التحكيم من أوزبكستان بغادة الحكم الدولي إليغير وسيتأهل الفائز في هذه المواجهة الحاسمة لمواجهة منتخب بيرو في الملحق العالمي والمحطة النهائية لتأهل المنديال والتي تستضيفها الدوحة أيضا في يوم الثالث عشر من يونيو على أن يتأهل الفريق الفائز منهما للمشاركة في نهائية كأس العالم ضمن المعطاعة التي تضم منتخبات فرنسا حاملة اللغب وتونس والدين باركة نهاية وعرض العاشر من استوديو الأخبار إلى استوديو صباح البلد مع زبيل حزيفة ترجمة نانسي قنقر